مشاشو لك بنتي مشاشو يو يا بي شو مشاشو يعني مو احسن نلزق بالبيت لك بنتي عم تنامج وعنيشي لا يا بي الله يخليك فوق راسنا عريانيشي لك لا يا بي بس يعني ليكنا انا واخواتي شايفين الحالة كل مالة لورا تفضلتي سيد المسعد تفضلتي لو جبتين رصبي واحد شو كان صارا لك شو كان صار يا الله ما بعض شو اعمل لك ولك هلا هيك عم تحكي ولك كنت تبوسي ايدي مشان ما طلقك وهلا قالنا ما بعض وينك قسما بالله يا ام اسعد اذا اتحسنت احوالنا الا اتجوز عليك واجيب صبي يا سيدي حلفانك صادق وما رح تحط كفارة تعرف ليش لانه حياتنا بعمرة ما رح تتحسن وانت شو عرفك يمكن ورقة يا ناصبي تشيلنا من هون وتحطنا بحارة عليها القيمة انت باب تعرفين لك الله كمير بس يا سيدي اللي بدا يربح باليا ناصبي ما بدا يقدر يشتري الورقة بالاول انت شتري ورباح وانا بذات نفسي ها رايح اخطب لك صبيه وما بتجيب إلا الصبيان ايه طول كل ودعي لالله يفرجه علينا كلاياتنا اش بعد وصدتيني نفسي مرحبا اهلا انا مروع بنت ابو اسعر اهلا وسهلا يعني قلت اذا في مجال بدي حكي معي الكلمتين مرحبا بيك ايه ايه ات distribution تفضلي تفضلي أستاذ سميرة يعني صحيح أنا ما بعرفك منيح بس بالرغبة لكن إذا في شيء له علاقة بالرغبة اللي بيصير بالحارة فأنا ما لي علاقة لا 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 أنا بعرف أنه أنتي مالك علاقة بالحارة نهائيا يعني أنا جايتك عشان موضوع ثاني الزميرة أنتي متعلمة وبنت عيلي ونحن وضعنا كتير تعبان وأنتي بتعرفي نحن ما عمنا أخوة شباب يساعدوا أبي كلياتنا بنات فقلت لحالي بركيب ما فهمت عليك يعني أنا شو المطلوب مني بركيب تلاقي لي شغل بعرف شو بدك تقليلي أني ماني متعلمة وأنه الأحسن دور على شغل بمعمل خياطة أو شي معمل بلاستي بس والله ما علي إدراع لهيك شغل يعني ما بدي إطلع من حارة لحارة متلي إطلع من تحت الدلف لتحت المزرع أصبح شو بدك لك هم؟ ما عم فهم عليك يعني أصدك شغلة خفيفة هيك كنت لقيت لحالي أعوزوا بلاست سميرة أنا ما بحط معامي من مقامك بس بس والله أنا يعني بنتي أشتغل هيك شغلة مدن يعني شوف عالم أتعلم منه غير حالي ولي حوالي وشوفي صحيح أنا بس وصل عنا للحادي عشر الأدبي بس الله وكي لك ليش ما كملتي؟ إلى أنه أبو أسعد يعني بينقهر علينا إذا طلبنا منه شي طلب ما له غضر عليه بيقلنا خلاص بقى يا بنات بلا مدارس وهيك يعني هيك؟ أي يعني يعني بيقلك أنه البنات آخرتهم للجواز يعني وهيك أي فست سميرة يعني بعداها انت بدك أبو أسعدين طرج له سبعة ثمين سنين أبين طرج يا نصيب أحزله في سات سميرة بدك تساعديني ولا لا؟ والله ما نعرفنا ما ودي إليك بس بس بحقيقة شك لك خرج واحد لسعبي أنا بس بدي إطلع من هالحارة يعني بدي أي شغل ما بعرف كيف دي أشرح لك بس كولنا روحي طاقة من هالعيشة بدي شي شغلة أتعرف فيها على شي ناس غير هالناس سيلي معي كفاءة مو بس كفاءة حادي عشر أدبي يعني إزايك عند خياطة أكابير مكتب عياد الدكتور شو ما كان طيب أنا رح حاول ساعدك بهاليومين شانا بدي لك بس يا ماما يا حبيبي بس خلاص رجع حبيبي كيفك خجالة شو قالت لك ستة ميرا ما في شي رح تدور لي مروعة وعلى أساس معلمك مدرسة وبتعرف اللي فوق واللي تحلت لك يا أمي لو متل ما عم تحكي كعني ادبرت لها شي سكنة مرتبة غيرها السكنة المسخمة أصبح عيشي مضبري حتى تتذكرك لا والله أنا حاسستها رح تخدمني من صمى صيم قلبك بعدين هي مرأة كابر يعني لما بدأ تطلب تطلب بتقل مو أخدوها لبهيمة عطلوا عليها شو كنت بديك يا أمي كل يوم بتذكريه ها لا تنسي تعي تعي انتي تعي تعي حطي إبريق شاي الكبير على النار قربوا يجوا السهيرة تحركي لا أمي أنا بروح بساويك لك إلا مصلحة لك الله يبعط نصف كل واحدة ورا التعريق وكل واحدة ببلد لك لحتى بياخد النقد ويطق أجوازي عليك يبلك بجملنا سبع البورنبا ولكن استحوا على دمكم بقى هي أخد كل كبيرة ما بيكفي الطلة يتهيوا لساتة صغيرة تاكي يا علينا شو حكايلة تاكول أضوي الأمر والله ما بعرف لا بقى انتك زعلاني عن الجان مو وقته لا أخي مو وقته لا لك هالوقت شو خير أختي لازمك شي قديش لازمك ألف ألفين ثلاثة مو مصاري أخي أنا أنا جايتك الطلب بثمنى ما تفشلوا لا المحل مضمون يعني بتعرفي هدول أهل المحل أكابري كتير وهنا أصلا بدهم صبية أنيقة ومرتبة ومزيفة مثل حكايتك يعني شو طبيعة الشغلة بالضبط؟ يعني مثلا بتلفي علاب حلو أو بتتعاملي مع الزباين بيع وتشتري شغلة مزيفة وظريفة أنا جاهزة من اللقلك؟ لا من بكرة بكرة بترتبي حالك وضبيلي شعراتك وبتتعامل تلك لبس كوني نظيفه مرتبة لعم تستمر عليك مالك شو ها؟ شو عامل بحالك؟ كنا عم نلعب عم تلعب؟ تلعب بالقرب فوت فوت على الحمام شو عامل بحالك باسيما أنت المالك ناوي كمان هيك تشتغروا؟ أه؟ إن شاء الله الله كريم إن شاء الله تطفل إسلموا الإيضة لأني سمروها بنت مربايا ومزوة لو ما كانتك أنا ما بش حد فيها مفهوم بختي مفهوم نحن عالستان يعني عالبسطة تعرفي انتي ما محط غير شباب مو مشكلة هاي لك قدامك شوية تدريب طلقت المصلحة وبتصفر نحن مصلحتنا ما فيها شي قصدي التعامل مع الزبايل يعني شوية ططر ترتيب نظافة أهم شي النظافة النظافة أساسية الهفافة يعني حمام يومي اكتئاب نظيفة وظفير مقصوصة والأمانة طبعا لا هاي على رأس القائمة على ضماط والله يا أكتئ انتي كلمتك طابو عطيها روب وخلي الشباب يعلموها تفضلي يا أنسي تفضلي تفضلي أكتئ تفضلي تعرفي لك أختي عم يجينا كتير طالبة جامعة بنات عيال مستورة الله يعين تفضلي يعني بنت صبية إذا نحن ما ساعدناها ولقينا لطريق نظيف تمشي فيه شو بتعمل بحالها لك أنت طول عمري بتعملي خير بس ياريت تعطيني عنا شوية معلومات هي بتعطي بتعتقد معها هويتها تعطيني أولا بإلكتئ عمروه ألا أنت بين إيبان عمي بقى أنت شطارتك يلا بلأس ويا أختي ما ضيبناك شيء ما بتشربي شيء لا شكرا أخي فضلين على رأسي سميرة خليلك الشغري لو لا تصار لا ما عليش شكرا يلا بخافتكم مع السلام يلا شباب علموا أنا زميلتكم كمان بات نجان بقني كمان بات نجان بقني طفشتني المقالي ما روها تشغل يا بي طيب ما تحكو إنها لك وما اعترضت إنها اللي حالنا معناتها موافق ما اعترضت بس ما لي موافق شو حزورة يعني خلصنا بقى البنت عم تشتغل بمحل حلو محترم وصاحبينه أكابر بعدين بضمانة السيد سميرة كمان سميرة دريانة وع الخط مشان الله لا تعمل لي مشكلة هلا بس تجي بنتك إلا ما بدناها شلو خلصنا بقى ولكن ما عم تفهم يا علي أنا مو ضد الشغل باش الواحد بيفهم بتنور وين عم تشتغل ومع مين خليوا اللي كان قاعدين هيك على قلبنا ما تنقفها في الهم على مناكدة ومناكة فيه بعدين دخلك انت على شو خير؟ ما كل يوم عنا سهيرة رجال شو ساير علينا؟ اوف 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 المواصلات كانت عسري شوي صبرهم جميلهم وبالله المستعد لا حول ولا قوة إلا بالله ما تنقف؟ المواصلات كانت عم تشتغل المواصلات كانت عم تشتغل يمكنك تعلم أنت علينا المواصلات كانت عم تشتغل ؟ تركيها بحالة لأختي شو بكي؟ أمي يعني والله العظيم والله العظيم ما تعرفت شو بدي أعمل بحالي موت يلتي لي لبسي وتمكياجين على أساس أسأل يعني خرسي إنتي التانية خرسي إنتي وإياها الله لا يوفقكم إن شاء الله واقف على قرايحة الشغل بكير لسه عندي مواد مع جيهات بالقهوة مش عال المصاري عكل حال ما رح أخده منه حبيبي من شاء الله تسعلمني هل سمعني أقول لك كل قرش أخدناه من أبي نعتبره دين ونسدله يا بس تتحسن أوضعنا ماشي إن شاء الله موسيقى 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 رائع موسيقى 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 كيف أكيد؟ تمام لم أعرفتني؟ آه أنا مروة بنت أبو أسعد آه أهلين أهلين آسف، بالله كنت شارك على كلين أنا بخربط فيكم لا، هلا تذكرني لأنه أنا مروة اللي توسطتلي السيت ساميرا لأشتغل عند إخواتي بالMe sal وشتغلتي؟ آه اشتغلت بس هلأ اطلعت لأكل صندويشة حف، ليش ما بيطعموكم بالشغل؟ لا والله، جعبوا وأكل بس أنا استحيت قلت لها حالي بخطف حالي ربع ساعة بأكل على راحتي مم وكيف الشغل؟ إن شاء الله مرتاحة كثير حلو وكثير منيح الحمد لله فيك شي إستابس؟ لا لا أبداً أبداً الله أعطيك العافية برافو عليكي منيح الشغل منيح أماني سلم لنا عستة ثميرة وتشكر لنا ياها كثير إن شاء الله أنا بدي أمرق على البيت أتشكرها شار فينا يا رب سهل طيب أنا تأخرت صار لازم أمشي مع السلامة أمشي شكرا لزيارة شكرا لزيارة شكرا لزيارة